باب العام لفظ دل على جميع أجزاء ما هي مدلوله ويكون مجازا والخاص مدل على أخص وليس بعام ولا أعم من متصور وأخص من عالم الشخص وكحيوان عام خاص نسبي ويقال للفظ عام وخاص وللمعنى أعم وأخص والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة وكذا المعاني في قول وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه مجاز في الخصوص ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا لا كلي ولا كل ودلالة على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات وصيغته اسم شرط واستفهام كمن في العاقل وما في غيره وأين وأن وحيث للمكان ومتى لزمان مبهم وأي للكل ويعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا ومصولة وكل وجميع ونحوهما ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة واسم جنس معرف تعريف جنس لا مع قلينة عهد ويعم مع جهلها وإن عرض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم ومفرد محلى بلام غير عهدية لفظة ومفرد مضاف لمعرفة ونكرة في نفي ونهي وضعا نصا وظاهرا وفي إثبات الامتنان وفي استفهام ننكاري وشر ولا يعم جمع منكر غير مضاف ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة والمراد غير لفظ جمع ونحن ونحو قلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه فصل العم بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة انخص بمبين وعمومه مراد تناول لا حكما وقرينته لفظية وقد تنفك والعام الذي أريد به الخصوص كلي اشتعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا وقرينته عقلية لا تنفك والجواب للمستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه والمستقل إنسى والسؤال تابعه فيما فيه منهما وإن كان أخص اختص به السؤال وإن كان أعم أو ورد عام على سبيل خاص بلا سؤال اعتبر عمومه وسورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد فائدة قيل ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة وهو بكل شيء عليم فصل يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه واللغض على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما كعام وانتنافيا كفعل أمرا وتهديدا امتنع وألحق بذلك المجازان المتساويان ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى معينا قبل باطنا فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا والعام في شيء عام في متعلقاته ونفي المساوات للعموم والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام ورفع كله تخصيص أيضا فصل فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا كل سفر وكان لدوام الفعل وتكراره وتفيد تكرره منه ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم بل بدليل قول أو قرينة تأس أو قياس على فعله والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة وفعله صلى الله عليه وسلم ففي تعديه إليها كخطاب خاص به فائدة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس ويعم نحو الناس والقوم الكل وكالمسلمين وفعل يعم النساء تبعا وإخوة وعمومة لذكار وأنثى وتعم من الشرطية المؤنث ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا ويدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة فيعمل بها ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة ويعمه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويا عبادي حيث لا قرينة ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح وتضم نعام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذها من كل نوع من المال فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور إلا بدليل ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمار في معطوف عليه ومن جيدا أخذها من أموالهم فصل وثمار ما يقتضي الإضمار وبتي وخ drie مصر